بدأ مجموعة بقى من خبراء الاقتصاد يظهروا على الفضائيات ويتكلموا عن قصة التعويم سواء إيجابية أو سلبية ومنهم الخبير الاقتصادي دكتور هاني جنينة اللي طلعوا يتكلم عن التعويم اللي حصل واللي في حديثه أكد إن الدولار ممكن يوصل لـ 25 جنيه كل دولار يساوي 25 جنيه والحقيقة الكلام ده قريب جدا من الكلام اللي تقال الأسبوع اللي فات وكنت عرضته مع حضراتكم هنا في الحلقة كان تقرير نشرته مؤسسة بلومبرج واللي اتكلمت فيه على إنها بتتوقع قبل نهاية العام أو كل المؤشرات بتؤكد إن قبل نهاية العام هيوصل سعر الدولار في مصر لما يساوي 24 جنيه و60 قرش فالكلام ده بيأكد الدكتور هاني جنينة بس قال بيتوقع إنه يبقى 25 ده كان في العربية في قناة العربية اللي هي طبعا إحنا عارفين هي مع مين وبتدعم مين ولأها لمين تعالوا نسمعه وقال إيه بالظبط ونرجع لكم مرة تاني تعوين بالكامل تعوين بالكامل نعم أعتقد ممكن يعني إحنا خلال دقائق المتالي كمان نص ساعة وحاجة ممكن رئيس سعر الصارف يوصل 24 أو 25 وقد يكون الباك المركزي اتطفق مع صندوق النقال الدولي إن يتم تدخل محدود عن طريق الاحتياطي لمنع ما يسمى بالأورشوتينج أو نيان فالت فبالتالي لا أعتقد نهارنا نشوف مستويات خلال دقائق قليلة مستويات أخرى تماما وتددب على مدار الجلسة الحمد لله إن المطش خلص والحمد لله إن دعاية اتغلبت الزمالك يعني الزمالك يعني الزمالك نحن تفكرنا بس نحن كتير قوي نحن كتير قوي رمز الزمالك في الحلقة اتغلب وفي زمالك في الكنترول بربا ما علينا بقى كفاية كده مبسطة وشوفنا المطش والأهل الغالي بتنسف الخاص بقى ها نرجع للنكد اللي احنا فيه نشوف راكل عشنا بقى نشوف لقمتنا بقى نشوف الناس اللي ما سمعتش الكلام أصلا بحيط بالتعرفة يعني ايه أقن بالناس شوية ما سمعتش الكلام في ايه بالظبط الناس قلتلهم في شهر يناير اشتروا دولار أو ده حب يناير اللي فات يناير اللي فات يناير وفبراير وانا لساني نشف جي مارس قلتلهم الكلام ده هب حصل التعويم الاولاني جه بعض الناس يسألني طب نعمل ايه اعماد معيش بس قلتلو اشتري اشتري دهب كان الدهب ب 1200 جنيه قلتلك اشتري ولا ما قلتلكش النهاردة ب 1400 ها صح قلتلك ولا ما اشتلكش كان ب 1200 جنيه قلتلك اشتري دهب عشان انا مش بقرأ الغيب ولا بقعمل حاجه بس هي الحكاية معروفة النهاردة لسه بداية بسم الله الرحمن الرحيم هنبتدي الليلة النهاردة بقى ب1000 ربماية انت متخيل ان انت خسرت 100% 100% انا يوم ما قلتلك اشتري دهب لما كان الدولار ب15 جنيه و70 قرش كان الدهب ب700 جنيه صح حضرتك النهاردة بقى ب1000 ربماية يعني الناس المحترمة اللي هي حبيبي اللي ببعثوا يشكرونها يعني اللي زمعت الكلام فلوسك تحافظ عليها وزادت الضعف اشتريت الدهب ب700 النهاردة ب1000 ربماية اما البهوات بقى اللي حطوا فلوسهم وعارف انت الاخ قال له ايه ودعب 18% ايه اسخوتي انا اصق في القيادة السياسية هناخد ال 18% تقول نعمل بيهم مشروع تقول له طب غير للتلاجة التلاجة بس لا ابدا نحط هو حط الفيشة في الكوبس خلاص حط الفيشة في الكوبس النهاردة انت الفرق من يناير لحد دلوقتي خسرت تلتي فلوسك كان ب15 لحد مبارح بقى ب23 ما نعرفش يوم الحد يا باب كان يبقى انت تقريبا خسرت كام خسرت كام 30 اكتر من 30% مظبوط يعني كل واحد حطرت 100 الف جنيه بقوا 70 الف جنيه في الحساب دلوقتي ما هو فيه طب عارف انت البوست فيه بوست كده منتشر جامد الفترة دي بيقولك ان سنة التسعين معرفش ليه تحديدا الكابتن شحاته بتاع اللي كان ماسك ااا اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 2006 يا سيدي ماشي بس هو الحاجة اقدم شوية كان معه مليون جنيه ونفس المليون جنيه كانت مع هاني شاكر هاني شاكر اخد المليون جنيه راح اشترى بيها دهب وكابتن شحاته راح حطها في البنك في وداء الدخارية فجايبينلك المقارنة النهاردة النهاردة المليون جنيه اللي اشترى بيها هاني شاكر كيلو دهب بقت عملاله كام والمليون جنيه اللي في البنك مع الكابتن حسن شحاته وصلت لي كام طبعا مشكلة كبيرة ان عملتنا عمالة بتنهار وقدرتها قصاد اي عملة اخرى عمالة بتنهار يعني ما تصدقش فكرة ليقولك ايه احنا الحمدلله ده احنا الجنيه تحسن عشان اليوروب ينخفض قصص كده غريبة وان الجنيه المصري احسن من البيزو الارجنتيني ولا الكولومبي ولا زي ما يكون ده الحاجات كده المسكنات اللي بيطلعوا عشان يقولك يعني ايه ده احنا وضعنا احسن من غيرنا لكن طبعا احنا وضعنا سيء ومنقرنش نفسنا بدول عندها مشاكل اقتصادية كانت ماشي على نفس الخطوات بتاعتنا يعني لو احنا استمرين على نفس النهجة كده احنا هنبقى زي كولومبيا وزي الارجنتين وزي البقية الدول اللي النهاردة كده وزي فنزويلة اللي احنا ماشيين عليهم احنا تاني دولة حضرتك مهددة بالا لا تاني دولة من حيث الاقتراض من صندوق النقطة بعد الارجنتين رقم اتنين احنا مصر على صورة احنا الارجنتين رقم واحد واحنا رقم اتنين حضرتك وشوفوا الارجنتين فين النهاردة زي ما قال عماد كده الدهب النهاردة وصل ل 1400 جنيه طبعا احنا بنكلمكم على الارقام من غير مصنعية ومن غير اي حاجة ده سعر الدهب صافي نفس الموضوع كمان في العربيات زيادة زيادة مفاجئة في اسعار السيارات النهاردة واللي نشر الكلام ده القاهرة 24 وصلت وصلت في بعض الانواع ل 85000 جنيه زيادة في كل عربية مش 5000 وال10000 85000 جنيه زيادة في كل سيارة ده نتيجة قرار التعوين وحنا عملين نجيب لكم بس الحاجات اللي عملة بالزيد ده السريع دي ده دعاء لسه انت عارفه ده الزيادة السريع اه ليه ايه الجرح لسه سخن لسه محسيتش تعارفه لما بتجرحي ما بتحسيش بالقلم غير بعديها ده لسه حضرتك الدنيا كلها وقفة بتوع الموبايلات قالك نوقف نوقف البيع والعربيات وقف البيع كله وقف البيع لما نشوف هي راحب كام راحب انت لان تستشعر الجريمة اللي حصلت انبارح دي مش هتحس بيها غير بعد اسبوع 10 ايام مش هتطول يعني يعني اسبوع 10 ايام هتحس هو عمل فيك ايه فرحان بقى التلتميت جنيه اللي هي طلع عده لك دي هتشوف هتبقى عصادها قد ايه يعني انت بتفسك هتشوف انبارح لو تفتكروا في الحلقة كنت جبتلكم الحديد وقلتلكم مصانع الحديد كلها توقفت عن التوريد باستثناء حديد عز الباقي افل التوريد خالص افلوا المكاتب والمخازن بتاعتهم وقالوا ان التوريد بعد كم يوم لما تستقر الاسعار والوحيد اللي كان شغال في القصة هو حديد عز النهاردة كمان بينضم لهم سوق الاخشاب الاخشاب النهاردة اعلنت ان عندها زيادة 20% على كل المنتجات الخاصة بيها بسبب برضو سعر الدولار اللي تغير لما سعر الدولار يزيد امته او الجنيه تنخفض امته 20% ما طبيعا ان انت هتشوف العشرين في المية دي في كل حاجة في كل حاجة هتبدأ تشوفها عليه حتى كمان الغرفة التجارية في القاهرة بتقولك كل السلع هتزيد الغرفة التجارية كل السلع هتزيد ده بيهرقوا من 15% ل 20% زيادة وانت متخدها هتزيد 15% هتشوف لأ طبعا لأ طبعا مش اقل من 40% و50% الدولار هيطلع من 19% ل 23% ده اول يوم ولسه بقى رايح 25% زي ما قال هاني جنينا وهتزيد الحاجات 15% الناس دي بتهرج اصلا دي ناس بتقولك اي كلام انت حضرتك انا بينه وبينك ايه سوبر ماركت بينه وبينك الفكهاني بينه وبينك الجزار حقا تنزل بس استنى عليها نهاردة ايه نهاردة الجمعة حلقة الجمعة الجاية انا بضعها برضو ان شاء الله هتيجي اه اقدم المشيئة ان شاء الله اقدم المشيئة في الحاجات دي فحلقة الجمعة الغايه انا بعتلي على الاسعار يعني ان شاء الله الفيديوهات من هنا يا جماعة لما تجيزي بقولولنا الفيديوهات اللى هنبعتها حلقة الجمعة الجاية هتبقى على الاسعار ان شاء الله اللي هو ايه قول لي بقى الاسعار زالت بنسبة كان ده اسبوع لسه بقى انت ايه ما دورة رأس المال ما داعتش ّ اللي هي الناس بقى تستورد منبره احنا عارفين مصر بتستورد 80% من احتياجاتها من بره فلسه بقى الضورة مجاتش بتستورد على 25 لسه لسه الضورة مضارتش وهتشوف الزيادة قبل يوم الجمعة الجاي فطبع الكلام بتاع الغرفة التجارية ده ناس يعني ايه بتهيص وعندك السيراميك كمان زاد 15 جنيه 15 جنيه بصوا الحاجات دي اللي بنقول لكم يعني حديد حديد خشب سيراميك دهانات كل الكلام ده ليه كل الكلام ده ليه عشان مثلا لو انت شاب كده وبتفكر ان انت فرحك بعد 3-4 شهور تبقى عامل حسابك ان في زيادة في زيادة في تكلفة تأسيس الشؤق دلوقتي لو انت عندك بيتك وساكن فيه وقديم ولا قدر الله حصل حاجة ومحتاجة سيانة حتى دي سعرها يتغيرك مش هيزيد عليك اكل وشرب بس كل حاجة حواليك لان احنا دولة في الاساس بنعتمد على الاستيراد مش بنصدر ولا بنصنع فبناء عليه الدولار سمعلك في كل حاجة حتى الموبايلات ايه رملي ده ما سمعتش عنه تليفون رلمي ده ايه اه شاومي ده حاجات الصيني اه حاجات الصيني اه حاجات الصيني اه لا ما سمعتش عنه الرلمي ده قبل كده كله يا باشا كله مصن تعليف العصر هيشتغلوا على الايفون يعني وعلى السامسونج ناس حالها مبدا كله وقف كله يا باشا وقف ما فيش حاجة هتتباع ولا هتشتغلوا وانزا بقيتها كده اصبر اصبر حلقة الاسبوع الجاي انشانا رب ندينا طول طول العمر نبقى نشوف الاسعار حصل فيها ايه ترجمة نانسي قنقر